سيدة فاطمة زهراء شنتوف يعني مهنة العدل لم تعد مهنة فقهية بل أضحت مهنة قانونية وتعد فضاءا رحبا لا يقتصر على توثيق عقود الزواج والطلاق بل يشمل عقودا أخرى مثل عقود البيع الشراء مع توفير كافة الوسائل لتعديل قانون مهنة العدل وأيضا الرفع من قيمتها من أجل مسايرة التقدم الحاصل فضلا عن إسقاط الصورة النمطية عن العدول هل فعلا ولوج البرأة قد كسر هذه الصورة النمطية فعليا بعد أن كانت مهنة حكرا على الرجل فقط السلام عليكم أولا أن ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي جاء نتيجة المجموعة من التغيرات التي عرفها المجتمع المغربي هذه التغيرات كتنقاس من نوعين تغيرات اجتماعية وأيضا تعديلات قانونية أهمها تعديل ديال الدستور لسنة 2011 واللي نصص من خلال فصل التعطش على مبدأ المناصفة ما بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجيبات وتالتها الالتزامات الدولية اللي يوقع عليها المغرب في هات السياق خاصة الاتفاقيات والمواثق الدولية المتعلقة بحقوق النساء وخاصة اتفاقيات رفع جميع أشكال التمييز ضد المرأة في هذا الايطار جاءت الرسالة الملكية السامية واللي سمحت المرأة بولوج مهنة توثيق العدلي وبالتالي تكسير ما معناه أن الرجل احتكر هذه المهنة لسنوات طويلة وبالتالي تم فعلا تكسير الصورة النمطية التي كانت مكوناة عن المهنة والتي ترسخت لسنين طويلة بالمجتمع المغربي